لا يخفى هنا ضرور التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بمفهومها الشامل لأن جميع تلقى الحقوق متشابكة ومتداخلة وتعزز بعضها البعض ولا يمكن تجزئتها الحق في الحياة والأمن وحرية الرأي والتعبير والتنمية لما يشمل الحصول على غزاء ورعاية صحية وتعليم ومسكد دائم لما يحقوق لها مصر أولوية كبيرة انطلاقاً من مسئوليتها اتجاه مواطنيها والتزاماً بمنودة الدستور التي تعد أساساً راسخاً لحماية حقوق الإنسان وأن الشعب المصري صاحب الحق في تقييم مدى ما يتمتع به من حقوق سياسية واقتصادية واقتماعية كما يجدر بنا في هذا المقام تأكيد ضرورة أن لا تثمين التحديات التي تواجهنا سواء بالمنطقة أو بأوروبا من انتشار لظاهرة الإرهاب وزيادة معدلات الضرائم المرتبطة للعنصرية وكراهية الأجانب عن التشبس بمواصلة توفير الحماية والتقدم لمواطنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر